السلام عليكم. احبابكم في الشيوات السباهي. تحضير اليوم. نقطع الماكينة. طريقة مبسطة. مقادر بساطة. يخرج لنا كيمية كبيرة. الماضق دياله رائح. راكي يجيزوين. حتى الوليدات. حتى اللي نحنا نقطع القديم اللي كانوا والدنا وجدوتنا كي يصوبو. كانت طريقة التحضير دياله تعجبكم. دبا ان شاء الله. هدي ندوزول المقادر وطريقة التحضير. تابعوني في الفيديو. مقادر. عندي هنا. تلصد البيضات. نوم هنا. كاس ديال الزيت. ديال العنبة. كاس اللارب ديال سانيدة. ديال العنبة. ولكن هذا صغر منه. هذا دبا فيه. واحد ولكن هذا فيه. كاس اللارب. واش نديرها حلوة بسر. نضيف العناصر. شوية تسع الملح. ديال الكوك. ستنطع المعلقة كبار ديال كوك. 100 كرام الميزينة 8 كرام الخمارة الحلوة الغاني 10 كرام المرحة الزيت الطحين الممتاز الضغر بالزو نقوم بإصلة إلى القياس لا يصِن السرعة معدرة المعادة نضيف الزيت في الكيمياء نضيف الزيت لكي نرى القياس القصوحة الزيت 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 نضيف الزيت زيت الزيتك زي المنزل نحصل على القياس سبعانة باربعة كي يقبطوها حتى كنا نوقف باش يجوني مقدين هادي الحلوة اللي كندير قديمة كنا نقول لها القطو هادي كانت القديمة كالبوق الاخر المربح وهذا تلم الرجية ان شاء الله نصوب القناة بالاخر بتقويمة اخرى ماشي بهذا المقادير وماشي بهذا تقويمة اللي درت تيبعوه الدراري وحتى احنا الكبار كيعجبنا هادو نشربو بهاتي كانش حال هادي ما كيختاش العائلات كيكون تقريبين كيصوبوا غير يتسالة ويتصوب هادي الشي القديمة راه زوين شو الواحد اللي غدر هاد الشي ديالدابا راح تهو زوين ولكن القديم هاني كملت القطو اللي عندي او الحلوة سافيدة بها هي الطاوة عمرتها اول قطو ديالنوجت هاني كملتو رانيش على الفران سيسخن دا بغدي ندخلو نقص عليه العافية ما نخليش العافية مجهتة وغدي قبط ليه في الطيب واحد تولوت ساعة هانا دا بخرج الفران هاو القطو كيجي في هاد القياس في الطياب وكيجي زوين والشيش وكنتمنكم تجربوه القطو القديم الى فيديو مقبل ان شاء الله وصحة والراحة